السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة انفينيتي ليرن اكاديمي النهاردة جايب لكم حاجة جديدة وهتفيدكم جدا في مسائل الضرب اللي هو ازاي اضرب في تسعة خلال ثلاث ثواني فقط هنضرب اي رقم في تسعة خلال ثلاث ثواني وانتهى الامر تابعوا معنا الفيديو بعد الفاصل وهنقول لكم ازاي يحصل الكلام ده وارجعنا لكم بعد الفاصل كلنا عايزين نضرب مثلا اي رقم في تسعة خلينا نضرب تسعة في ستة ازاي اضرب تسعة في ستة دي اسهل الارقام طبعا هنبدأ بالاسهل وبعدين نشوف الاسعب من كده ازاي اضرب تسعة في ستة بكل بساطة الستة من ازواج العدد عشرة تمام فاضلها كام عشان توصل للعشرة فاضلها الاربعة تمام بعدين ننقص تسعة ناقص اربعة يديني كام خمسة يبقى اللي جابة بكل بساطة اربعة وخمسين تمام يلا نشوف واحدة تانية تسعة ضرب تمانية التمانية من ازواج العدد عشرة فاضلها كام عشان توصل للعشرة فاضلها اتنين وبعدين نطرح تسعة ناقص اتنين يديني سبعة يبقى اللي جابة اثنين وسبعين. شفتوا الامور سهلة ازاي? ده عشان اضرب في رقم واحد. تمام? طيب تعالوا نضرب في رقمين. هقول مسلا تسعة هضربها في تلات اشرا مسلا. تمام? اول شيء برضو نفس الشيء. التلاتة فاضل لها كام? عشان توصل للعدد عشرة. فاضل لها سبعة. تمام? يبقى هنحط هنا سبعة. تمام? بعدين هنا بقى مش هنقص من التسعة. لا هنشوف هنا دي كام? دي واحد. اللي تبقى واحد. نروح نزيدها واحد يكون اتنين. يبقى هنطرح من الرقم ده اتنين. يبقى تلاتتاشر نقص اتنين حداشر. يبقى نحط هنا حداشر. بس. شايفين الموضوع بسيط ازاي? تعالوا نقرأ في مسال اخر عشان تفهموا. تسعة في اربعة وعشرين. اول شيء الاربعة فاضل لها كم وتوصل للعشرة فاضل لها ستة. يبقى نكتب هنا ستة. تمام? بعدين الرقم اللي تبقى هنا كام اتنين. هنزيد واحد يبقى ثلاثة. يبقى نقص من هنا ثلاثة. اربعة وعشرين نقص ثلاثة واحد وعشرين. يبقى نكتب هنا واحد وعشرين. شايفين الموضوع بسيط وسهل ازاي وسريع ازاي? تمام? تعالوا ناخد رقم اكبر من كده شوية. مسلا هنقول تسعة في متين وطلعتاشر. يلا الطريقة بقى كلنا عرفناها خلاص. هنا التلاتة من ازواج العدد عشرة بقيلها كام? بقيلها سبعة. تمام? طيب اتبقى هنا كام واحد وعشرين. هنزيد واحد يكون اتنين وعشرين. بحنا هنطرح اتنين وعشرين. يلا هنطرح اتنين وعشرين. تلاتة نقص اتنين كام واحد. طيب واحد نقص اتنين يجوز لا نستلف. دي تكون واحد ودي تكون حداشر. حداشر نقص اتنين كام تسعة. وبعدين الواحد ينزل. يبقى نكتب هنا مية واحد وتسعين. تكون الاجابة الف تسعمية وسبعتاشر. شايفين الموضوع بسيط وسريع ازاي? تمام? يعني كل الموضوع ان انت مهما كان رقم كبير هتقدر تضربه في خلال تلات ثواني فقط. تعالوا نشوف مسال اكبر. يلا. مسال اكبر. اللي عايز مسال اكبر. طيب انا عايز اضرب مسال التسعة في خمسة واربعين الف متين وسبعة وستين مسلا. تمام? يلا. اول رقم هنا كام? اول رقم هنا سبعة. طيب عشان يوصل للعشرة محتاج تلاتة. ادي اول خطوة. تاني خطوة. اتبقى هذا الرقم اللي هو كام? اربعة تلاف خمسمية سبعة وعشرين. يبقى نكتب هنا اربعة تلاف خمسمية سبعة وعشرين. ونطرح. تمام? سبعة نقص سبعة صفر. ستة نقص اتنين اربعة. اتنين نقص خمسة نستلف. دي تكون اربعة وده تكون اتناشة. اتناشة نقص خمسة سبعة. واربعة نقص اربعة صفر والاربعة تنزل. يبقى اربعين الف سبعمية واربعين. اربعين الف سبعمية واربعين. يبقى الاجابة النقية اربعمية وسبعة الف اربعمية وتلاتة. بس? وبنفسك وتأكد بالالة الحاسبة هتلاقي الاجابة صحيحة ومية في المية. تمام? ده كده ازاي اضرب اي رقم في تسعة خلال ثلاث ثواني فقط. اي رقم في تسعة مهما كانوا رقم كبير. كل اللي بتعمله ان انت بتجيب ازواج العدد عشرة لاول رقم اللي هو الاحد. يعني تشوف توصله للعشرة. السبعة نوصلها للعشرة. بعدين الرقم اللي تبقى زيد واحد وهنطرح من نفس الرقم. الرقم اللي تبقى هنزيده كام? هنزيده واحد وهنطرح من نفس الرقم وتكون هي دي الاجابة. انتظرونا في فيديوهات تانية ان شاء الله. الفيديو الجاء القادم بازن الله هيكون ازاي اقسم على الرقم تسعة برضو نفس الشيء في خلال ثلاث ثواني. ايا كان الرقم ازاي اقسم على اي رقم اي رقم اقسم على تسعة خلال ثلاث ثواني فقط تمام تابعوا الفيديو القادم بازن الله ويا ريت تعملوا الشراك في القناة واعمل لايك للفيديو وشير الفيديو ده عشان كل الناس تستفيد لان فعلا الحاجات دي بتسهل على معظم الناس العمليات الحسابية واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته